يا من جذب أجهكم يا أبي لن تلامس صرخات تلك المرأة المكلومة أسماع من يحكم العراق الآن وإن لامست فلن تحرك ضميرا مستترا تقديره ميت وكأن الدم في العراق مباح إذا سفك بيد ميليشيات تتحرك على وفق إيدلوجيا هي جزء من خطة إيرانية طويلة الأمد عمادها الأول التغيير الديمغرافي ثلاثة مدنيين من سكان قرية أبو الخنازير بأطراف ناحية أبي صيدة في ديالة يقتلون بدم بارد ودون ذنب سوى أن قريتهم تقع ضمن ما يمكن تسميته بالخط الأصفر الذي يراد إفراغه من أهله سكان القرية قالوا إن أي من سيطرات الجيش أو الشرطة لم تتعرض لعناصر الميليشيات وهي في طريقها للقرية ولا حتى بعد تنفيذها للجريمة وذلك يحيلها من حادث قالت السلطات الأمنية إنها تحقق فيه إلى حقيقته كرسائل تهجير مغموسة بالدماء بمقارنتها مع حوادث مستمرة لقصف واستهداف ممنهج لعدة مناطق في ديالة وتحت أنظار الأجهزة الحكومية عليه قرر أهالي القرية أنه قرروا يرتحلون لأن خطة تبين من الـ 2012 هو عملية ترحيل القرية قصرا وذلك مثل ما ذكرنا من خلال القطر وخلال قصف القرية بصورة متعددة لتغائف الهاون والصلاة وصلت الرسائل ثقيلة لأهالي القرية خصوصا أن الهجوم هو الثاني خلال أيام بعد مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين بتفجير عبوة ناسفة ما دفع سكان القرية لبدء موجة نزوح هربا من يد الميليشيات أو يد الدولة معا لا يريدون شيئا من أحد ليست كلمات غضب من أولياء الدم بقدر ما هي لسان حال العراق ككل فيعلم الناس هناك أن قاتلهم هو أكبر من أن يحاسب كما أن دماءهم ليست من أولويات الحكومة ولا حتى من أولويات من يدعي تمثيل تلك المناطق الذي لم يخرج عن نسقه المتبع بإدانة فظفظة ودعوة لرئيس الحكومة لتحمل مسؤولياته ومن باب أولى برأي الكثيرين أن يتحملوهم مسؤولياتهم قبل دعوة عبد المهدي لذلك لا ينتظر الضحايا ولا سابقوهم شيئا من حكومة مشكلة أصلا من المينيشيات خصوصا أنها صمتت في أكثر من موضع عوضا عن مشاركتها في جرائم أكبر لكن لا يبدو أن شماعة الإرهاب ستسعفها في تبرير حادث قرية أبو الخنازير فلن تلجأ على الأرجح سوى للصمت صمت عدم مبالاة وربما رضا لكنه ليس كصمت أولياء الدم الغاضب المقيد